وقه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الشكر لمصر والدول العربية على تقديم الدعم الطبي والوجستي لليبيا قراء العاصفة دانيال جاء ذلك في تصرحات للمسماري خلال مؤتمرا صحفي له تعليقا على تطورات بعد الإعصار الذي ضرب البلاد كمير بالمجهدات الدول العربية الصديقة والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي لحت هذه اللحظة قوافل الامداد تصل إلى مطاراتنا وإلى منافذنا الرئيسية لتقديم الدعم اللازم بالفرق الفنية متخصصة بالبحث والإنقاذ فلق حقيقة جيش المصري ومصر كانت صباقة طبعا قريبة منا كذلك القوة في جيش المصري الحمد لله متوفرة الإرادة القومية متوفرة فكان ردة الفعل سريعة جدا وبعد ذلك لاحقت لها بقية الدول الإمارات والأردن الجزائر نحييهم حقيقة جهوتهم كبيرة جدا تونس بكل مملكونه طواقم طبية وطواقم إنقاذ الأردن كذلك الآن السعودية